والخبر الجزء المتم الفائدة كالله ضر والأياء بشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم والخبر الجزء المتم الفائدة كالله ضر والأياء بشاهدة ومفردا يأتيه ويأتي جملة حاوية معنى الذي استيقت له وإن تكون إياه معنى نكتفى بهكى نطق الله حسب وكفى والمفرد الجاميد فالغنوى مشتقفه وذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معنى هو له محصل وأخبره بغرفنا وبحرف جر ناوين معنى كائن أو استقرس قال الخبر هو الذي تتم به مع المبتدى فائدة كالله جل جلاله بره الله مبتدى وبره تمت به فائدة مع المبتدى وهو خبر قال ابن مالك رحمه الله تعالى لم يقل مع المبتدى قال هو الجزء الذي تتم به فائدة يدخل في ذلك الفائدة تقول قام سيده سيده تمت به معه قام فائدة قالوا لا اعتراض على ابن مالك ابن مالك ابن مالك مثاله جزء من قاعدة قال كالله بره بره خبر تمت به فائدة مع المبتدى فالمثال أوضح مثال وضح بالمثال أن الخبر تتم به فائدة مع المبتدى قال رحمه الله كالله بغم ولا ياد النعم وشاهدته على ذلك ومفرده يأتي والمفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة وإن كان لفظه مذنن أو مجموعا فهو مفرد تقول الزيدان حاضراني نوع الخبر مفرد وإن كان لفظه مذنن الزيدون حاضرون حاضرون هنا في هذا الباب استراحة نقطعانه مفرد وإن كان لفظه مجموعا فالمفرد في هذا الباب ما ليس جملة ولا شبه جملة والجملة نرعاني جملة اسمية من زيد أخوه قائم وجملة البعلي نحو زيد حضر أبوه وشف الجملة نرعاني وارف أو جار ومجرور وارف نحو والركب أسفل منكم جار ومجرور نحو الحمد لله كما نقوله والخبر والجزء المتم الفائدة كالله فرهم والأياد شهدهم مفردا يأتي ويأتي جملة حوية معنى من الذي سيقة له سيقة المفتدر يكون فيها معناه معناه أي ضمير يأوذ عليه تقول زيد حضر أبوه أن هذه أبوه يوافق سهيد وهو المفتدر الهند حضر أخوها ها توافق الهندات حضر أبوهن هن توافق الهندات الهندات أبوهن حاضر إذن إذا كان الخبر وجملة لا بد أن يكون فيها ضمير يسمى الرابط يعود على المفتدر ويوافقه إفرادا وتنية وجمعا وتنية وتلك فنقوله حوية معنى والروابط أربعة الأصف الرابط أن يكون ضميرا وقد لا يكون قد يكون تكرار الممتدأ بلفظهan الحاقة ما الحاقة الحاقة ممتدأ ما اسمي استفافة ممتدأ والحاقة الخبر الممتد أيضًا والممتد الثاني والخبر الخبر الثاني والرابط أنك الخررت للمبتدأ بلغضه وقارعتهم القارعة هذا رابط والرابط الثاني الإشارة إليه تقول زيد ذلك شجاع زيد مبتدأ وللك إشارة إلى زيد وهو مبتدأ مبني في مضى رفع وشجاع خبر ذلك وللك شجاع الجملة موضع رفع خبر المبتدأ الأول ولباس التقوى ذلك خير وقد يكون الرابط اندراج المبتدأ في عموم فقول زيد نعم الرجل زيد المبتدأ والرجل فاعل مرفوع بنعمة وليس هناك ضمير يقعد على زيد لكن ألف الرجل جنسية وزيد بعض أفراد الجنس زيد بعض الرجال هذا رابط إذا حصل إذن نقوله رابط في الأصل يكون ضميرا ويكون تكرارا للمبتدأ بلغضه ويكون إشارة إليه ويكون اندراجه ضمن عموم أربعة قال رحم الله وإن تكون إياه معنا نكتفى بها كنطق الله حاسبي وكأن إذا كانت الجملة المقبلة بها عين المبتدأ عين المبتدأ في المعنى يستعين عن الرابط مثل نطقي الله حاسبي نطقي متدأ الله حاسبي مثل الخبر ليس في الجملة أي ضمير يعد على نطقي لكن الجملة في المعنى هي المبتدأ الله حاسبي ينطقي هجر أبي بثل لا إله إلا الله شأنه هو حال لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس فيها ضمير يعود على هجر لكن الجملة المخبر فيها على الممتدى هي الممتدى في المعنى أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ليس فيها ضمير على أفضل لكن ينسل الممتدى في المعنى وكذلك قولنا قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله جل جال الممتدى وأحد خبره والجملة خبر له وليس في الجملة ضمير يعود على هو لكن الجملة هي نفس الممتدر هو الشأن والواقع والحال أن الله أحض فالجملة نفس الممتدر في المعنى فيصطران الرابط همنا قولي وإن تكون إياه معنا نكتفى بهك أن نطق الله حسب وكفى قال رحمضه والمفرد الجامد فارغ وإن يشتقى فهو ذو الضمين المستكين إذا كان المفرد جامدا اسمه في العربية معانا جامد ومشتق كاتب مشتق من الكتابة ضارب مشتق من الضربة لكن جبل غلام ثور جمل هذا يسمع جامدا إذا كان الخبر جامدا لا ضمير فيه تقول زيدون أخوك أخوك جامد لا ضمير فيه أخوك هذا جامد لا ضمير فيه فإن كان الخبر مشتقا ففي ضمير العالم المستكين تقول زيدون قائم قائم مشتق التغذير هو الزجون قائمون هم هل ما نقوله وإن يشتقى فهو ذو الضمير المستكين قال رحمضه وإبريزانه مفرقا حيث تلا ما ليس معناه له محصرا قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتقى فهو ذو الضمير المستكين لكن الجزء وإبرازه تقول زيدون قائم إن كنت زيدون قائم هو سائق لأن الستارة الفائل هنا جائز لا واجب فلو إبرزته لا حرجا لكن يجب عليك إبرازه فيما قال قال وإبرزانه مطلقا أي الضمير المتحمل مطلقا ألبس أو لم يلبس حيث تلا الخبر مبتدان ليس معناه محصرا له بل لآخر قبله ومثال ذلك تقول زيد عمر ضاربه إذا أردت أن تخبر بظالبية زيد ومضروبية عمر تلاحظ أن الخبر جرى على غير ما هو له في المعنى أما في اللفظ هو له لو قيه لك علي تقول زيد ملتدى وعمر ملتدى وظالبه خبر لعمر لكن جرى عليه باللفظ لا في المعنى لأن المتصه بالظالبية زيد هذا فيه إلباس لكن لو قلت زيد أو هندو هندو زيد ضاربته لا إلباس فيه واضح أن الضاربية للهند قال لك أبرزو أيضا تقول هي أنا أقول هي مطلقا ألبسه أو لم يلبسه خلافا للكوفي قال إذا كان لا إلباس في الموضوع لا ضرورة للفرانسي واستغللوا بقول الشاعر قومي ذور المجد بانوها وقد علمت بكل ذلك قحفان وعدنانه قومي ذور المجد قومي ممتدع وذور المجد ممتدع وبانوها سفر قومي قطعا ليس ذور المجد الخبر جراء على غير من هو له ومع ذلك لهم يقول بانوها هم واضح؟ أبن مالك رحم الله تعالى جراء على مهب البصري قال أبنزان هم مطلقا كذلك فيها مثال زيد هندو ضاربها زيد هندو ضاربها زيد هندو ضاربها واضح أن القائم بالظاربية زيد فالخبر جراء على غير من هو له قطعا قال مع ذلك ولا إلباس فيه ليس في إلباس واضح أن الضارب من زيد ما ليس تقول هو أنا قوله وأبنزان هم مطلقا حيث لا ليس هذا فقط بل كذلك لقول زيد عمر ضاربه إذا أردت أن الضارب زيد تقول هو الخبر هنا جملة ليس مغردة أما إذا كان الخبر جراء على من هو له ففي هذا المثال لو كان القائم بالضرب عمره فالخبر جراء على من هو له في المعنى لا ضرورة لي بل يجوز يبرازه لأنه من قبيل الفاعل جاز الستاء أنا قوله وأبنزان هم قلته هذا البيت بيت واحد فاق بيتين في الكهفية في الكهفية قال وإنت لا غير الذي تعلق به فأبنز الضمير مطلقا بالمذهب الكهفية شرطه ذاك أن لا يؤمن اللبسه ورأيهم حسن البيت الوحيد هذا قال وإبنزان هم مطلقا حيث لا ليس معناه المهم المعنى لهم حسن قال ليس هذا فقط ليس الخبر مفرسا فقط كذلك يخبر بالضغر بحر الجرق والركب أسفل منكم قال ناوينينا معنا كائن أو استقر الركب مبتدأ وأسفل منظر منصوب متعلق ومحدث تقديره كائن أو استقر قال ان قدرت كائن كان الإخبار من قبيل مفرد وان قدرت استقر كان من قبيل الجمل وابن مالك من دقته قال معناه كائن أي ما يؤدي معناه كائن مستقر أو كائن أو موجود أي شيء يؤدي معناه كائن أو استقر كذلك كاذا تقول زيدنا أمام الداري زيد الممتدأ وأمام ضغر منصوب متعلق وخبر هذا ما قاله وبعض الأخضر منها يقول أمام ضغر منصوب وشبر الجبلة نحل ورافه وهو لين ندرسه في مدارسنا اليوم نقول الجارة هو مزرور والضغر هو الخبر ولا عن هذا أسفل ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفتها أخرى اسم المكان أحبك الله اسم المكان يخبر به عن جثة والمعاني تقول زيدنا خلف الجبل والسباق خلف الجبل واسم الزمان لا يخبر به إلا عن معاني لا يخبر به عن جثة تقول السباق ويوم الجمعة ولا تقول زيدنا يوم الجمعة ولا يكون اسم زمان خبرها عن جثة وإن يفتها أخرى صنع من كلامهم رطب وشهرين جمادة قال هو على حرف مطار نضج الرطب فصال الخبر عن معنى عن نضج الرطب الورد أيارة الورد أيارة الشهر الخامس في السنة العجمية حيار نضج الورد أو طلوع الورد أيارة رجعت إلى الإخبار باسم الزمان عن معنى الليلة الهلال الليلة الهلال الليلة طلوع الهلال قالوا إيه يفد الأقضاء ولا يجوز الإكتداء بالنكره ما لم تفدك عند زيد النماء قال لا يجوز الإكتداء بالنكره الخبر هو الحكم والنكره مجهول والحكم على المجهول لا يوفد لا بد أن يكون المكتدر معلدة لا يجوز الإكتداء بالنكره ما لم تفدك الأقدم ولا لم يشتري طور إلا قالوا إذا أفاتت قال أبو حيان وكل ما ذكرت في التقسيري يرجع للتقسيس والتعميمي يقول يقبل عن النكر إلا خصصوا عنا هذا ما قاله والمتأخر ولا أكثر ذنين من مقل ومن مكثر وبعض وصلها إلى نحو الأربعين وبعض مختصرها في أقل من ذلك قالوا لا يجوزوا لبس داب النكر ما لم تريدك عند سيد المنجرة إذا كان المبتدأ نكرة وخبره فتقول في الدالي سيدون وتقول أخوك سيدون تقدر أن الذي يجهله المخاطف هو الخبر فنقول جوز التقديم هذه لا ضرر إذا لم يضرب صيغة نعم منعه ومنع التقديم منعه حين يستوي الجزاني عرضا ونكرر عادي ما يبياني إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فالمقدم منهما هو المرتدأ فتقول زيدون أخوك زيد هو المرتدأ وأخوك الخبر فيقولت أخوك زيدون فقدر أن له أخوك هو المرتدأ وزيدون هو الخبر وقوله حين يستوي الجزاني لا يريد أن المعارف تتفاوت في التعريف المهم أن يشتري كافي التعريف أو إلا فالإسم الإشارة أقل تعريفا من المضاف إلى الضبير أخوك هذا أخوك هذا أو هذا أخوك لا تقول إنه هذا أقل تعريفا من لفظ أخوك واضح؟ المهم أن يشتراكوا في أصل التعريف فمنعه حين يستوي الجزاني عرفا ونكرر عادي ما يبياني كذلك تقول خير منك خير من زيدين المرتدأ هو الخبر لك المقدم في النصف هو المرتدأ فإذا وجد البيان وعرف المقصود لا حراجة لتقديم الخبر على المتدأ فلو قال لك أعلم أبو حنيفة أبو يوسف تقول أبو حنيفة خبرك وأبو يوسف المرتدأ لأن مراد المتكلم أن يشبه أبا يوسف بأبو حنيف هو العكس وتقول بنونا بنو أبنائنا مراد المتكلم أن يقول بنوا أبنائنا بنونا قدم الخبر لوجود قلينا تدل على المراد كذلك إذا لم يتساوى فتقول قادم رجل صالح لا حرج في هذا المبتدأ نكر لكن لم يتساوى في التنكير المبتدأ خصص لوصف ساقة تأخيره هذا كل مهم من قولي فما حين يستعود جزان عرفه ونكره فإذا لم يتساوى ساقة تقديم الخبر كذلك إذا كان الفعله كان الخبر إذا كان الفعله خبر ورفع ضميرا مستثرا يجب في هذه الحالة أن يقدم المستثرا مثل زيد قدم لا تقول قدم زيد على أن مرادك زيد قدم فإذا رفع فعله ضميرا بارثا ساقت تقديمه فتقول قدم خواك قدم فعل وفاعل والجملة رفع خبر واخراك مبتدأ وتقول قدم إخوتك على أحد العالي قيل يلتبس هذا بلغة أكلوري تلتبس الصيغة بلغة أكلوري وصفتتك قالوا تقديم الخبر على المبتدأ أكثر شيوعا واستعمالا من لغة أكلوري ورغي أنا أقول له كذلك إذا نجعله وكان الخبر وكان رفعا لضمير مستثرا لأن رفع ضميرا بارثا لا حاجة في تقديمه القصد استعماله القصد استعماله منحصر ذي المبتدأ القصد استعماله منحصر كقولك إنما المؤمنون يا أخوتك الخبر استعمل وقصد منحصر فيه المبتدأ حق المحصور التأخذ ورحة إنما الله إله واحد نعم أو كان مسندا لذي المبتدأ أو كان أي الخبر مسندا لذي أي لمبتدأ حدث الموصور وقام الصينة المقامة أو كان الخبر مسندا للمبتدأ ذي لا مبتدأ منه لزيد عالم لزيد عالم لا بد أن تؤخر الخبر لأن ما اتصر به لا مبتدأ يجب أن يتقدم كمان لا مبتدأ حقه التقديم أو كان مسندا لذي أو لازم الصدري أو كان مسندا للازم الصدري أو لازم الصدري أي مسند لمنتدى إن لازم الصدر كمن لمنتدى ومن عندك لا تستطيع أن تقول عندك من لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة لا بد أن نقول من عندك من المتدى كيف نعرف هذا اسم الاستفهام انظر في خبره إذا كان خبره انظر في جوابه إذا كان جوابه خبرا فهو خبر وإذا كان جوابه متدى فهو متدى يعربه يتوقف على جوابه